مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة والاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكوس للعودة عن الانقلاب الذي جرى في النيجر واستمرار تعنت المجلس العسكري الذي يتولى زمام الأمور حالياً في نيامي تبقى كل السيناريوهات مفتوحة للتعامل مع الأزمة التي بدأت بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل نحو عشرة أيام سيناريوهات ربما يكون تدخل العسكري أخطرها لكنه مطروح على الطاولة لا سيما في ظل المواجهة بين المجلس العسكري في النيجر وإكوس التي اتخذت موقفها الأكثر سرامة حتى الآن حيث زار وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا نيامي على أمل التوصل إلى حل حاسم وودي للأزمة على الرغم من أن التكتل فرض أيضاً عقوبات شاملة وحذر من أنه قد يسمح باستخدام القوة إذ لم يعد بازوم لمنصبه بحلول يوم الأحد زيارة تتزامن مع رفض عبد الرحمن تياني الذي نصب نفسه زعيماً للنيجر العقوبات المفروضة والتأكيد على أن المجلس العسكرية لن يتراجع أمام أي تهديدات بينما بحث وزراء دفاع المنطقة في اجتماعات استمرت لعدة أيام في العاصمة النيجرية أبوجة الوضع في نيامي وناقشوا الرد العسكري المحتمل والذي قالوا إنه قد يكون الملاذ الأخير في المقابل قال المجلس العسكري إن أي اعتداء أو محاولة اعتداء من جانب إكوس سيقابلهما رد فوري على أي دولة عضو في التكتل باستثناء الدول الصديقة للنيجر في إشارة ربما إلى مالي وبوركينافاسو التي أكدتا أنهما سيتعاملان مع تدخل في النيجر على أنه إعلان حرب ضدهما أيضاً وسيدافعان عن نيامي وفرد شركاء النيجر الإقليميون والغربيون ومن بينهم فرنسا عقوبات واسعة النطاق في محاولة للضغط على المجلس العسكري لإعادة النظام الدستوري في وقت تشعر دول الغرب بالقلق من احتمال أن تتوجه النيجر مثل بعض جيرانها إلى روسيا كحليف بديل ومن أن الاضطرابات قد تسمح لجماعات متشددة بالتوسع ومع توالي العقوبات المفروضة على النيجر ظهرت مؤشرات على بدء تأثير العقوبات الإقليمية فقد قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن النيجر وتقطعت السبل بسائق الشاحنات النيجيريين بسبب إغلاق الحدود بينما قال مسؤول حكومي إن نقصاً في السيولة بدأ يطر وإن بعض البنوك قيادت السحب النقدي إلى نحو 100 ألف فرنك إفريقي أي ما يعادل 160 دولاراً فقط موسيقى اشتركوا في القناة في cold وأشتركوا في القناة شكرا